اشهد اسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الإنسانية وشؤون الشباب بمسيرة نادي قرطبة الإسباني لكرة القدم برئاسة البحرينية ومواصلة تحقيق الانتصارات في الدوري الإسباني للدرجة الثانية وأعرب اسموه عن سعادته بالفوز الجديد الذي حققه قرطبة في الجولة الرابعة على حساب دون بينيتو بثلاثة أهداف مقابل هدفين ومواصلة صدارة المجموعة الرابعة مبينة اسموه إلى أن المتتبع لمسيرة النادي يدرك حجم العمل الدؤوب من جميع عضاء الفريق واللعبين وأوضح اسموه أنه حريص على دعم الفريق في سبيل تحقيق الأهداف التي وضعتها إدارة النادي مبينا أن الروح العالية التي يتمتع بها الفريق قادته لتحقيق انتصار جديد في الدوري وأشار اسموه شيخ ناصر بن حمد إلى أن المراحل المقبلة تحتاج إلى مضاعفا للجهود من أجل كسب المزيد من النقاط والمنافسة القوية على الصعود مضيفا اسموه أن تحقيق 12 نقطة من أربع مباريات يؤكد المسيرة الناجحة للفريق في الدوري رغم المنافسة القوية وتمنى سموه لنادي قرطبة دوام التوفيق والنجاح في الجولات القادمة وتمكن قرطبة من تحقيق فوزه الرابع على التوالي في الدوري رافعا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة بفريق نقطتين عن أقرب منافسيه إضافة إلى أنه يعتبر أقوى خط هجوم بتسجيل 14 هدفا في أربع مباريات ترجمة نانسي قنقر